السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفروض أن أنزل فيديو فتح ألب العطور الجديدة اللي عندي للمفروض اللي حين ما بطلتها لكن للأسف هالشي رح يتأخر شوي وصارت سثناء لهذا العطر هذا العطر اليوم الحين ساعة تسع وخمسين دقيقة عشر إلى خمس قبل شوي جيت من الإبنت لتجشين العطر مع باري غالري العطر هذا اللي يسلمكم اسمه روفولوشن مع كارنر برشلونة العطر على كلام الشركة وصحاب الشركة راح يكون حصري للشرق الأوسط لمدة ستة شهور قبل لا يطلع للعالمية طبعا راح يكون بس حصري في الشرق الأوسط لهالستة شهور هذا واحد اثنين العطر كذلك متوفر في برينتون فأنا أمس حضرت الإبنت في برينتون واليوم حضرت في باري غالري ووزعه علينا طبعا ورد والعطور بعد ما خلص الإبنت ليش يا جمال قلت فيه استثناء وما خلت هذا في الانبوكسن لأنه انخذ مني قبل لا يعني قبل لا أمشي وقال لي صاحبي السيفات قال لي لازم تكتب على العطر خلي خلي صاحب البراند يكتب لك وبعدين بيحفرون لك فصاحب البراند اللي هو جوكم كارنر كتب على الغرشة وذ لاوف فروم برشلونة ووقع هنا وانا هنا خليت عشان يكون فيه مثل ما تقول شيء شخصي خليت الريال او الفنان يكتب جاي كاي اللي هو جمال كلدي طيب ما يدام بين عندكم ولا لا فبحاولي حطه في فيديو ثاني المهم فشي جميل شيء شخصي نزين خلنا نتكلم في العطر يعني ضاع الوقت وانا قاعد اتكلم في شغلات يمكن ما تهمكم العطر شلون هلو حلو هلو مبحلو كبداية انا العطر عجبني صراحة هم مركزين على النوتات يديدة فشوي طلعوا من المألوف العطر اسمه الريفولوشن الثورة طيب الاشياء اللي مركز عليها العطر هنا هي لمسات معدنية جاية نعم لمسات معدنية هم يسمون هناك لمسات اكسجين ولا نوتة الاكسجين لكن جاي بلمسة معدنية مختلطة مع مكونات كثير راح اتكرر لكم مكونات العطر المكتوبة الريدي في البوكس لكن اهم النوتات اللي طاغية في العطر هي اللمسة الجلدية مع تجانسها مع اللمسة المعدنية في العطر مع دخول زعفراني مع دخول نبتة البنفسج في الافتتاحية تشم شوي لمسة حمضية ما هي لاذعة جاي من الزعتر طيب اهم مكونات العطر في الافتتاحية عندكم الزعتر مع ازهار البرتقال مع الاكسجين اكورد اللي انا ذكرت قبله واللمسة المعدنية اللي جاي كانها لمسة يعني هم يسمونها اكسجين اكورد بس هي لمسة معدنية فعليا وريحتها صناعية لكن جميلة اذا توظفت بالشكل المناسب في العطور في قلب العطر عندكم الزعفران مع شاي المتة مع اوراق البنفسج في قاعدة العطر عندكم اخشاب السيدار مع البخور مع الجلد الشون اداء العطر العطر ما هو فواح وايد كبداية كتجربة لكن ثباته ممتاز يثبت لازم اجربه اكثر يعني ما اقدر احكم على طول لكن انا انا يعني اذا بقارن بقارن مع مثلا العطور الثانية في البراند مع بولكينو مع دراكن هذي له وايد قويا طيب هذا ما هو في ذيك القوة فممكن ممكن ان تقدر تستعملها طول فترة او طول السنة طيب لكن الخوف شوي من اللمسة المعدنية واللمسات البخورية الجلدية الزعفرانية هذه اذا انت رح تقدر تستخدمها في الحر الشديد في الصيف ولا لا هم يقولون ان العطر ينفع لكل الموزم لكل اوقات السنة وممكن فعليا يعني اذا كان التوظيف مناسب رح نضطر ان احنا نجربها في الصيف عشان نقدر نحكم لكن كريحة وايد حلوة في الوقت الحالي اشوف نفسي استعملها وانا مرتاح لما يحتر الجو اكثر رح اضطر اني ارجع وقل لكم رأي مرة ثانية بس اتمنى اني ما طولت عليكم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة